حياة بدائية وظروف مزرية تعيشها عائلة بالقسم معطى بدوار ولاد الطيش ببلدية العش جنوب ولاية برج بوري ريجة فداخل هذا الكوخ وإن صح التعبير مغارة يعيش بالقسم وزوجته وابنه الوحيد ظروفا أقل ما يقال عنها أنها كارثية وسط غياب أبسط ضروريات الحياة مالاك يشوفين أخوه هنا في الهينة ونحنوا على الحطاب وما عندنا حتي حاجة وهنا في البرد وناحنين قايل البرد والهينة ما عندنا شوف كيفا نديره وانا أخوه يشوف هاك يشوفه نجيب نخرج نجيب الحطاب من برد ندير النار نقدم طيب الماكلة لمزل الرجلي وبني وهاك شوفه جاء انا نطلب يعني سيد الوالي لعدي حنعلي جاء يجي ديلي دار انا وابني وراجلي عشي هذي بار كنا ولو فيها نور قدو فيها كلش فيها قناة القضن جيبو فيها خالي الديب نحمه على النار وخلاص هذي هاي المنا نبلغ الديب نبلغ قربل عندي العشرة نهار نبلغ نهار يروقوني شكي لمها وما صح الناول واش راح نديران روح لي بالبنيان يقولوا لي خارد 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 ما كانت معيشة قاسية زادتها معاناة برد شتاء قسوة داخل كوخن يشبه في تفاصيله بيوت العصور الحجرية عنده معزيات سارح بيهم ساعة يبيع معزة يقضي منها الدار وابنه ومرته ساعة ما كانش على الجمعيات يقضي من الجمعيات وكشمه مساعدات هاكذا نعاونه بشي اللي يقدرنا عليه اي جزائري راح يشوف الحالة هذي يعني بالله بدون تعليق الحالة هذي في في ولاية مثل ولاية برج بعوري ريج يعني والله نتأسف لها نتأسف لها وليوم احنا ان شاء الله ما نستنوش يعني المسؤولين المحليين على مستوى البلدية او الضائرة ما نستنو منهم والو احنا نستنوه ان شاء الله مين الله ثم سيد الولي ادخل في هذا الله عمي بالقسم وجيرانه اليوم اطلقوا نداءات استغاثة للسلطات المحلية للوقوف على حالة العائلة وتقديم يد المساعدة لها وانتشالها من جحيم العيش في هكذا ظروف قاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة